تبذل الدولة جهوداً كبيرة للانطلاق نحو التحول الرقمي من خلال ميكانة كافة القطاعات الحكومية بالدولة لتقديم خدمات أفضل وتسهيل وتنظيم العديد من جوانب الحياة اليومية للمواطنين مرحلة جديدة من التحول الرقمي بإنشاء مركز التحكم الرئيسي للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة تلك المنظومة التي تعمل على تقديم خدمات حل الأزمات والطوارئ والإغاثة والتعامل مع بلغات المواطنين في أسرع وقت من خلال نظام اتصالات يعمل على التنسيق والتواصل بين جهات الدولة المختلفة في المحافظات لمجابهة هذه الأزمات للحفاظ على أرواح المواطنين وحماية المرافق الحيوية في حال حدوث أي طوارئ بها الشبكة الوطنية وفرت فيها بنية تحتها للتصالات من خلال عدد 2187 موقع أنشأناهم لصالح عشان يقدموا الخدمة من خلال الفرق الفنية والقطقم الفنية الخاصة بالشبكة الموقع دي طبعا احنا موزعانها جغرافيا على الجمهورية بالكامل عشان توفر خدمات للتصالات وده تم توزيع تطبعا للكسافة السكانية والطبيعة الجغرافية لكل منطقة وباستخدام أحدث برامج تكنولوجيا للتصالات اللي بنقدر نعمل بلها تخطيط للشبكات وبالتالي الكلام ده كله هنعكس على المواطن سواء لقدر الله المواطن اللي بيحصل له حدث على الطريق بتوصل له عربية الإسعاف في الوقت الصح توصل له القوات الوزارة الداخلية توصل له في الوقت المزبوط مركز المحافظة دايما بيبقى فيه ممثلي جميع الجهات المعنية بالدولة سواء كبنجدة أو كهرباء أو إسعاف أو بطرول وأيا كان نوع الخدمة موجودين في قاعدة بيانات قدامهم في تواصل كامل ما بينه المركز وما بين عناصر وأطقوم المدنية على الأرض لو حصل أي طلب لخدمة عامة بيتتوجه الطقم ولوه زمن استجابة عشان نقدر نوصل بها للمقاييس العالمية من خلال المركز الإقليمي بيتم عمل محاضر تنسيق بين محافظة سماعيلية وإقليم القناة وسيناء من خلال المحاضر دي بيتم إتاحة نسبة دعم بتوصل لـ 25% من إمكانيات كل محافظة وقت الأزمة فبقدر أننا لو في أزمة في أي محافظة أقدم لهم إيه الدعم ده سواء سيارات إسعاف، إطفاق، مستشفيات، معدات أي إن كي المركز أتاح للمواطنين والعاملين في مرافق الدولة المختلفة سهولة التواصل مع ممثل هذه المرافق من خلال بعض التطبيقات التي قدمها معرض الحلول والتطبيقات بالمركز كنماذج وضحت استطاعة قطاع النقل في تمكين أطقم التشغيل بالقطارات من التواصل مع غرفة التحكم المركزي في التشغيل أو الصيانة أو حالة الطوارئ وبالمثل في قطاع الكهرباء الذي أتح للمواطني سهولة التعرف على بعض الخدمات المقدمة وحل مشكلاته من خلال التنسيق والتواصل عبر نظام اتصالات مستقل بهذا المركز وربطه بمراكز السيطرة بالمحافظات أي مشكلة أو في أوقات الصيانة هو بيتواصل مع غرفة التحكم المركزي وبيقدر بقى يتقوموا بقى التوجيهات للمختصين سواء أن هم هيتواصلوا مع جهة خارجية في الدولة أو هيتواصلوا فيما بينهم يعني عشان يقوموا بالخدمة سواء أنها بتخدم مشروعات وزارة النقل زي مشروع المونوريل أو يقدم خدمة أمنية مطلوبة يعني نحن نتعاون مع الشبكة الوطنية في مشروع العددات الزكية نحن من خلال الشبكة الوطنية بناقدر نبعث بيانات العددات الزكية من خلال شرايح الاتصال المؤمنة التابعة للشبكة الوطنية على شركات التوزيع ومنها البرنامج إدارة بيانات العددات اللي هو موجود في المقر الرئيسي البرنامج ده وظفته إدارة بيانات العددات خلال الموقع الرسمي أو الموبايل أبليكيشن المواطن يقدر يتابع استهلاك ولحظيا ويدفع الفواتير الخاصة به من خلال قنوات الدفع الإلكتروني وغيرها من الخدمات عدد 23 غرفة عمليات مركزية وفرعية ابتداء أن المركز دعمه تخاص قرارب في العاصمة الإدارية بالهيئة ومرونا بمحافظات المنظومة بورسعيد والأقصر والإسماعيلية وجنوب سائلية استقبلنا منذ التدشين عدد 186.445 حالة طوارق منذ إبريل 2021 وحتى تريف منظومة السلامة والطوارئ العامة تعد أحد أكبر منظومات من نوعها في الشرق الأوسط وإفريقيا وتوفر تطبيقات لتبادل المعلومات والبيانات الخاصة للجهات الحكومية بشكل مؤمن من خلال شبكة اتصالات حديثة ومؤمنة بها أحدث تكنولوجيا للاتصالات مركز التحكم الرئيسي للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة يعد خطوة هامة نحو التحول الرقمي وتعزيز السلام والأمان للمواطنين وتقديم خدمات الرعاية لهم ليكون المركز بوابة حقيقية لمصر الرقمية محمود جميل التلفزيون المصري